دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة وتوجهوا بالتحية أيضا إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاء والقراء معربا عن تطلع الأمة كلها إلى موصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار